مصيف زيتون مسيحي هيا مرعشلي درزية نادي نجيم اختارت المسيحية أما هيفاء وهبي فشيعية ماذا عن باقي النجوم؟ وردتنا الكثير من الأسئلة على قناة مشاوير مشاهير تسأل عن ديانة بعض النجوم ونحن نجيب طبعا لأسئلتكم مع اقتناعنا التام أن لا تفرق بين الأديان وأن الإنسان بأفعاله قصي خولي هو مسيحي لي أربعين سنة مسيحي فأنا حكما بدي احترم دين بدي احترم دين الآخرين وأوضح أنه خاض أربع تجارب حب لكن ديانته المسيحية منعته من الارتباط بهؤلاء النساء كونهن مسلمات قائلا لو أردت الزواج من غير ديانتي لكنت تزوجت وأصبح عندي أبناء لكنه عاد وتزوج من تونسية مسلمة اسمها مديح الحمداني أما الفنانة ندين جيم فقد تحدثت عن ديانة والدتها وعن جنسيتها وكيف استطاعت أن تتعامل مع والدها رغم اختلاف الأديان بينهما وقالت ندين خلال حوار التلفزيون على قناة الجديد أن والدتها تونسية مسلمة وتزوجت من والدها رغم كونه مسيحيا وأنها تمتلك عقلا منفتحا ولولا ذلك لم استطاعت أن تتعايش مع والدها رغم اختلاف الأديان ندين اختارت الديانة المسيحية بقرار منها وهي تملأ بيتها صور القدسين وأناجيل من أول ما فتت على البيت أكتر من صليب والإنجيل شفت ش حل صورة يسوع مع الأطفال أما الفنانة التي ارتبط اسمها بنصيف زيتون هيا مرعشلي فهي درزية ومن المعروف أن والد هيا الفنان طارق مرعشلي ينتمي لديانة درزية كما أكدت عدة مصادر أن والدتها الراحلة رند مرعشلي كانت تنتمي لديانة المسيحية إذ تمت الصلاة عليها منقبة راهبة مسيحية عند وفاتها مصيف زيتون عريس الموسم مسيحي والده اسمه إلياس وقد غنى للسيدة العدراء رامي عياش درزي واسمه الحقيقي رامي أبو عياش واختار زوجته درزية لأنه لا يقبل الزواج من غير دينه وسأل الآلامي نيشان عن مسألة الديانة ما إذا كانت أساسية في حياة رامي قبل زوجه من شابة من الطائفة الدرزية فأجاب هذا الموضوع حساس سأتحدث بصفتي شخصية فبالنسبة لي أن العداد والتقاليد مقدسين وأحب الشخص الذي يعرف عداتي هذا الشي ساعدني أنه دليدها هالقد متقرب من الجبل ومن بيقته ومن عدات وتقاليد الجبل عدات وتقاليد شوي مقدسين عندي هذا الشي بساعدني أنه تكون دليدها هالقد متقرب من الجبل ومن بيقت الجبل حيث أوهبي مسلمة من الطائفة الشيعية وربما هذا كان سبب طلاقها من أحمد أبو هشيمة ترجمة نانسي قنقر